الجهود التي تبذلها المملكة الاردنية الهاشمية من اجل دعم صمود الاشقاء في غزة والتخفيف من وطأة الحرب الاسرائيلية المستعرة التي تلقي بظلالها على اجواء شهر رمضان المبارك نفذت القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي اليوم السبت خمسة انزالات جوية لمساعدات طبية وغذائية بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة وشاركت في عملية الانزال الجوي التي استهدفت عددا من المواقع في شمال القطاع طائرتان من نوع سي وان ثيرتي تابعتان لسلاح الجو الملكي الاردني نفذت احدهما انزالا لمساعدات طبية عاجلة على المستشفى الميداني الاردني غزة سبعة وسبعين وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة وطائرة تابعة للولايات المتحدة الامريكية وطائرة تابعة لجمهورية المانيا الاتحادية والتي تعد اول مشاركة لها مع القوات المسلحة الاردنية وجاءت عملية انزال المساعدات الاردنية بالتعاون مع سلطنة بروناي وتجسيدا لموقف الاردن الثابت والداعم لقطاع غزة وتأكيدا على مواصلة تقديم العون للاشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف وتؤكد القوات المسلحة انها مستمرة بارسال المساعدات الانسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي او من خلال عمليات الانزال الجوي على قطاع غزة او قوافل المساعدات البرية يشار الى ان المملكة الاردنية الهاشمية تعمل على توحيد الجهود الدولية لإيصال مزيد من المساعدات لأهالي القطاع لمساعدتهم على مواجهة الظروف الراهنة لا سيما خلال شهر رمضان المبارك